حدث ولا حرج عن مسؤول مسؤولين ثلاثة أربعة والأسماء في سماء البلاد براقة حينما تحمل المناصب الرنانة فتذهب بهم إلى خارج البلاد على يخت أو في جزيرة من رسم أحلام العراقيين تنتشر صورة وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب تاركة خلفها وجع الشعب حين يتساءل أين خير البلاد وأين نور الكهرباء وأين يضيع الحلم وزراء خلف وزراء وكان تيار الكهرباء ينقصه الهندام الجميل حتى ينير في شوارع العراقيين وفي بيوتهم خرجوا من العراق فربحت جيوب بعضهم في دول الغربة مصانع وشركات وأفكار رابحة ويتساءل العراقي لماذا لم تفتح لهم الأبواب لخدمة البلاد يجيب الفساد بصورة مظلمة لا مكان للسعي أو الإنجاز في الكهرباء لا أمل بتيار طاقة إيجابية تبشر بواقع أفضل إن كانت الكهرباء كمثال خدمي أساسي في حياة البشر في الماكل والمشرب في الماء والهواء والهواء اليوم يباع ويشترى في زمن الفيروسات الخانقة ويبدل الصالح بالطالح مثل ليس بالشعبي لكن ما يصنع في الخفاء يوصل مسؤولا لا يحمل المسؤولية ويصنع من الصغير شخصية فيصبح الفساد على شكل وزارة وماذا يفعل الوزير حينها إن لم يكن باليد حيلة من يقف وراء التخريب أمام وزير أو مسؤول أو مدير سؤال ينتظر الإجابة فيما تسجل قصة وزارة الكهرباء أن مر عليها تسع وزراء وما زال العراق يشكو فقر الكهرباء